اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرض ضغط الدم او عالج السكري او عالج كل الامراض يعني حتى كل الامراض المزمنة الامراض المناعية ما وصلوا فالانسان رح يصير امام فتحاجز من اليأس يقول لك انا بعد خل الجأ الى الطبيعة وفعلا النتائج ايجابية جدا صح هي تتأخر ارادلها بعض الوقت ولكن مفعولها يعني شافي بالدرجة الاولى وايضا في نفس الوقت ما بيسايدفك ما بمضاعفات جانبية يخاف من عدها شوفوا الباقي الالاجات كلها بيسايدفك طيب العشاب اللي انتو تستخدموها يعني بالادوية هل هي من اراضي كردستان او تستوردوها من غير اماكن بصراحة هو بالنسبة لي انا كعملي انا دائما اركز على العشاب اللي هي هنانا في كردستان موجودة يعني موطننا احنا فاشوف بها فاعلية اكثر لانها تنمو في الجبال وتنمو في مناطق بيها تروية وصحية يعني ما بيها تلوث ما بيها الى اخرين فنتائجها افضل من العشاب اللي نستخدمها واللي تيجي من خارج كردستان يعني كل العشاب اللي دا نستخدمها نقدر نقول انها موجودة بأراضي كردستان نعم موجودة وتوفرة طيب هل بالمكان للشخص المريض انه يستخدم بنفس الوقت الادويتين مع بعض خلينا نقول الادوية اللي هي بالعشاب والادوية المعروفة اللي هي بالصيدليات مثلا لا لا ميسر لنأكون ناسي تشي سواء بدون معاعدهم يعني لا اواني اما الجأ الى يعني العلاج الكيميائي الكيميكول او الجأ الى العشاب الهربل لانه اكو تضاد يصير في بعض الاحيان الخطورة ما تجي من الاعشاب الطبيعية تجي من المواد الكيميائية ممكن تسوي تضاد مع العشب وتسبب انها مشاكل من هذه المشاكل اكتر هي الخوف من خاف من عدها هو موضوع التحسس او التسممات اللي تصير وهذه القبل ما راح يبين راح يبين ويا الوقت هذا التضارب اللي يصير مو شرط حسب حسب الشرط ممكن في نفس اللحظة تظهر عراض اكثرها تكون على شكل طفح جلدي او ضغم التنفس او احيانا تتأخر لفترة ممكن تسبب مشاكل بالكلة او الكبد او غير ذلك طيب هل برأيك دكتور انه الطب بالعشاب خلني يقول يعتبر طب بديل فعلا للطب المعروفة لا لا ابدا ابدا مو بديل انا ما اسمي الطب البديل انا اسمي الطب التكميلي لانه ما ممكن انه انت يعني توصلين الى مرحلة انه تستبدلين كل هذه المعلومات اللي يمتلك الطبيب والصيدلي او غيرها بطب اخر يعني تنهين هذا موضوع هم لا ما ممكن اما ذول ايضا ناس دارسين واصحاب خبرة واصحاب معرفة يعني كل واحد وشكل مو صحيح هما ألجأاني الى طب التقليد او ألجأي الى طب العشاب انت مخير المريض اشلون ما مرتاح واشلون ما مستفاد من الموضوع يرتجل هذا الطب تعرفين خلأ اذكر ليش فات شغلة موضوع الطب التكميلي دخلت به هواية يعني العصر ما ادهى دراية ما دارسة ما ادهى معرفة يعني لازم اكو شروط يعني لمرس المهنة يعني اي واحد يقدر يفتح لهم محل مع العشاب واذم يعني موافقة من جهات صحية فإلا هذه صحة ناس يعني شون انا اجي انت كل شي ما تعرف عن هذه المواضيع تجيبوا تلطشوا تجيب لنا يعني اكو ناس هواية يفتحون محل العشاب كثرة يعني احنا يعني احنا خلصنا جامعة وكملنا ويلا ديادو بدأ نقدر يعني نوفي هذا الجانب زيان انت تجي ما عندك شهادة ما عندك دراسة ما عندك معرفة ما عندك ثقافة هذه كلها مهمة واصلا بيها خطورة همينة يعني بدأ ما يشفيك يمكن يمرضك بالزايد يعني مرات يوصفون بعض العلاجات والله العظيم تسبب فشل كيلوي زيانة على اي اساس تستخدم يجي يلزم من جوجل يفتح يقرب مواقع وطبعا هاي المواقع كلها تقليد واحد يقلد الثاني وما يعرفون هل هي صحيحة علميا او مصححة يعني هاني دراسة جامعية وبعدين دراسات وبعدين بحوث اكثر من 25 سنة صالبها نفس الطب الموجود يعني المعروف عدنا نفس الشي نفس التعب لازم انت يعني تعرف شلون تلتج هذا الشي تستخدم من البعض يعني وين اكو انسان عنده قدم معرفة مثلا بالكيمياء التحليلية الكيمياء الأضوية يعني هذي كلش مهمة في موضوع صناعة العلاجات العشبية بس احنا هنا أنا ما ادري ما اعرف ان شاء الله دكتور تحسين يعني احنا حتين عن اللي كل واحد إذا يقدر يقوم يفتح المحل بدون ما يأخذ إجازة من خلي نقول الأماكن الصحية زين اللي يبيعو بالأونلاين عن طريق الأونلاين خلال السوشيال ميديا يعني من قبل أشخاص ما من قبل محلات مجازة شلون ما تقول هذولا شلون ودي نشوف هذا شيء بصراحة هي فظاهرة غير غير صحيحة لأنه هذول أماكن مجهولة أولا ما عندهم محل أو ما عنده عنوان ثابت وحتى بعدهم درايا يعني أنا أشوف هواية هذه موضوع الفيسبوك والسوشيال ميديا والسوشيال ميديا بشكل آمن هذه مرات إذا شخص عانى من حالة مثل دزل علاج و أذى للعلاج يرجع يتصل بهم يسألوا بلوك صحيح حاولت برطو موضوع صحيح بس هذه تعتمد على ثقافة المواطن مع الأسف هذا شيء صاير بكثرة بالسوشيال ميديا دانشوف شكل غير طبيعي يعني هو تجارة بالنهاية حتى حتى فنانين قاموا يروجون على هكذا أمور يعني هذه ما معقول أن الإنسان يوصل إلى هذا طيب أنت أول ما أجيت للاستوديو شفت بدك علبة بها عشبة إذا تحكي لنا أكثر عن هذه العشبة يبدو أنه هي مهمة أكيد لذلك تحكي عن الفضل هذا المزيج طبعا صار لي أكثر من حوالي 21 سنة في موضوع بحث عن إيجاد فتشي يحمي مرضى السكري لأنه أنا والدي الله يرحم أنت وفر السكري والحد الآن بحوال دراسات أي تقرير علمي موجود أحاول أدرس أتوصل إلى أن قدرت أحصل وأتوصل إلى هذا المزيج العشبي اللي بفوائد لا تحصى ولا تعادي أنا لا أريد أظهر اللوقو حتى لا يكون دعائي ولكن كمعلومة علمية هذا مريض السكر يأخذ علاجات يحافظ على مستوى السكر كرقم السكر مراقب السكر أنا أحمي من مضاعفات السكر تشوفين يأخذ علاجات والسكر ما لا منتظم يلقى تسعين مية وخمسة وإلى آخرهم ولكن عنده اعتلال العصاب الطرفية بمجرد ما أي جرح سيحدث عنده سيسبب للغنغيرية وقصر الرجلة هذا واحد الموضوع الثاني يصير عنده الفشل الكلاوي مريض السكر لأنه سبب تضييقات في الشرائن والأوردة ثالثا مريض السكر معرض إلى اعتلال الشبكية العين أول ما تضرب العين ويؤدي به إلى العمى مستقبلا معرض إلى الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الرقم السكري عنده منتظم ولكن حالته الصحية أسوأ وأسوأ وأسوأ طيب إلي يستخدم الأنسولين هم يستخدم هذا وياه هذا شنو الموضوع هذا حماية يعني أنا أنطي أقول له هذا مكمل خلي نقول سبتل ماتل يتتناول تحمي نفسك من موضوع السكر ومضاعفات السكري وبالتدريج رح يحميني من الفاتيليفر ما رح يصير عندي دهون على الكبد تعرفين أنتي موضوع السكر الشنو السكر عبارة عن تسرب دهون من الكبد إلى البنكرياس والإصابة بالسكر منين يجي يجي من الدهون الكبد الدهون الكبد تجي من الأنسولين اللي هي مقاومة الأنسولين ومقاومة الأنسولين تجي من تناول السكريات منذ الطفولة بكثرة كلها هذه عوامل متراكمة توصلنا إلى ما يسمى بالسكر هس السكر مجموعة اللي موجودين خمسمائة مليون مصاب بالسكر صحيح حتى أطفال همين نشوفهم أطفال نعم شنو السبب تعرفين شنو السبب تجي أمو تخاف علي حتى لاي بجي تجيب لنسات اللي تجيب عصير بس انت رح تبجين علي بعدين انت رح تبجين علي بعدين نتيجة الممارسة بغير صحيحة فهذا المزيج مجموعة من العشاب اللي ياخذها رح يكون بالجانب الآمن ما يخاف بعد من السكر نهائيا جيد طيب خلينا نتكلم على صناعة أدوية العشاب وأدوية المختبرية هل هي نفس الصناعة يعني تستخدم بنفس الشكل أو تصنع بنفس الشكل لا لا المواضيع الصيدلة يعني العلاجات الكيميائية يصير بها غير شي يصير بها التغيير في التركيبة الكيميائية لها بينما العشاب ما أقدر أن أغير بالتركيبة الكيميائية رح تكون على وضعها على شكل مستخلص مائي أو يكون يعني بشكل تناول بشكل مباشر هذه تختلف عن هذا الموضوع حتى يكون هذا العلاج ما بيسايد لفك لأنه ما بيتغيير بالتركيبة الكيميائية يعني لأي ورقة أخذلك ورقة معينة مثل ورقة الزيتون أخذتها أنت رح تخلينها بماء مغلي وتنتظرين حتى تستخلصين من عندها هذه الفلافونيد وغيرها بس بالكيمياء يعني بالصيدلة لا يغيرون هذا المستخلص رح يضيفونه ويسحبون من عنده مركبات ممكن يضيفونه مركبات وممكن يصير سحب لمركبات هذه جمعة الصيدلة لهم جيد طيب عندك أي معلومات عن الطب النبوي تعرف بعلاجها للأشخاص إذا نتكلم عليه بشكل عام فإذا عندك معلومات تحكينا أكثر عليه أو لا لا السؤال محرج أنا صراحة يعني براحتك إذا أحب ناقش على الطب النبوي نا كنا هذه المبادئ شوفي أنا ما أخلط بين الدين والعلم صراحة أنا رجل مسلم نعم كردي من العراقي مسلم صحح لكن الطب النبوي موجودة من زمان يعني طب النبوي كان في زمان صحح ما كان أكو طب حديث صح يعني هسا الحجام كانت أو غيرها وغيرها أنا ما أتقبل هاي الأمور لأنهم معرضة إلى التلوثات معرضة إلى كل شيء بوقتها في زمن الرسول عليه الصلاة ما كان أكو طيب ما كان أكو كيميا ما كان أكو شيء اسمه فيزياء صحح ما أكو التقدم هذا الموجود لذلك يلتجون له بس هسا بالوقت الحاضر عدنا طب البديل عدنا طب العشاء عدنا طب المتضرين عدنا طب المتضرين وصل إلى مراحل قاموا قاموا يكتشفون مادة الـ DNA موجودة لقوها في صخور على كواكب بعيدة أنت شوفي العلم وين وصل والتقدم التكنولوجيا الزمن متغير صحيح صحيح لازم نواكب هذا التطور و لازم تكون بهذا المستوى نحن على العلاج الصيني الصيني العلاج الصيني هم معروفة يعني هم ناس يلتجون للعلاج الصيني يعني الأبر الصينية وغيرها هذه أيضا تقنية يعني واحدة من هم بها اختلافات عن الطب العشاء بالطب البديل يعني فعلا ايه هذه فلسفة تغيشك موضوع الطب العشاء يتفرع يعني حتى بموضوع العلاج الطبيعي موضوع بالعلاج بالعلاق الطبي يعني كثير الأبر الصينية الوغز بال الوغز الوغز الحجامات مثل ما تكلمت علي يعني هي موجودة يعني حتى مرات يعالجون عن طريق بعض الأسماك يعني يعالجون نعمل الأمراء صحيح يأخذون أحشاء هذه الحيوانات البحرية ويحولوها إلى مركبات تتحول إلى يعني أدوية فهبوا هسا كل شي كل شي دا يتوسع التطور يعني 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 هسا إذا أجيب لك هذا المزيج مثلا أقول لك هذا يجوز ما أحد مشتغل هذا الموضوع وما أحكب بمكونات لأن هذا تعب سنين عندي طيب نتكلم على اللي يقومون بالعلاج من قبل الأشخاص يسموهم مثل ما تعرف الدجل يعني يروحون يوم الدجالين يقولون إحنا مرضى وإحنا بنا شي ألف شغلة يعني نريد علاج منك وهم يأخذون وما يأخذون فلوسهم مرتاحين ويكذبون على المقابل على أساس ينطيهم العلاج بالعكس تشوف يعني الوضع يكون أسوأ فهذول الناس اللي يرتجؤون للدجل شو تقول لهم أنا ما أعلومهم أنا أعلوم المواطن الجاهل صحيح اللي يؤمن به شيء ماهو السحر ماهو الدجين يعني هذي هذي أمور والله لا أعلم واحد حتى يخجل من يتحدث بها خاصة الدجالين نشوف يعني بالسوشيال ميديا يعني نشوف بكثرة مو بس بالعراق بغير أماكن يستخدمونه لأنف الضرب على الأساس يعني حتى يشفون الواحد ولا يمزجون بين الدين والدجل يعني ماهو الموضوع هذي المحلو بأنه يمزجون الدين يعني يعني يقرال عيقرانية عيقرانية ويظل يضرب على رأس المريض لا ما يسير هشكل هذي بس نشوف بكثرة همانة والله بكثرة على أساس أستاذ كريم يقول على أساس يخرجون الجن من جسم الواحد يعني والله يمكن يخلون الجن من جسمه ويطلعون يعني مواضيع الجن ولا يعني ما أريد أدخل بمواضيع بعدين ما هذه الشغلات أحنا لش نحتي عليه يعني أكو الشغلات اللي نشوف بكثرة بهالزمن لذلك أحنا نريد نحتي عليه حتى الناس يكون عنده هذا الوعي أنه من يلتج لهذا الشغلات أنه أكو طب أعشاب أكو طب المعروفة اللي أحنا عدني أنت لش تلتج لهذا الشيء عزيز تيل أنت أكو في هذا موضوع يسمى الإيحاء الذاتي يعني أنا أخلي أخليك أقنعك ببعض الكلمات وبعض الأمور أخليك تقتنعين بأنه فعلا أكو ورى هذا الحق شيء صحيح لا هذا مهنة التجارية يستخدمها لكننا نريد أن المواطن يكون واعي هذا موضوع الجن ومسائل مثلا أنه الجن لا يوجد عمل يدخل فيه داخل جسمك يذهب إلى باريس ورث صحيح يدخل ما يفعل لو أن أنت أمرأة كبيرة في السن لا باقي من حياتك إلا أعوام وتقول تلبسني جن أي تلبسك أنت شي سوي بيت رحي أقري قرآن أقري قرآن أقري المعوذتين يومية يعني بهذا شي تتحمل نفسك من آيات القرآنية هذا ضعف بالإيمان صحيح طيب تشوف مستقبل الطب البديل والطب العشاب في أي مرحلة إحنا واصلين أو أي مرحلة راح يوصل برأيك بصراحة هو إذا ما تكون هناك معايير ومقاييس يعني موضوع العمل بهذه المهنة ما راح نوصل إلى فد راح نوصل إلى فد شي أسوأ بس إذا كان هناك على يعني لازم يشتغل بهي شي مهنة أقل شي عنده باكالوريوس أقل شي باكالوريوس في مواضيع يعني باكالوريوس يعني بمجالات تكون قريبة من هذا الجانب يعني أما يكون باكالوريوس في العلوم أو باكالوريوس في الهندسة الزراعية أو باكالوريوس في البايو يعني هذا يكون حتى إذا ما يخالف مو باكالوريوس عنده دبلوم ولو يعني يكون عندك خبرة الأساس هو الشهادة بعدين الخبرة تأتي الخبرة تأتي من الدراسة ومن الممارسة نفس الطب العادي اللي نعرفه إشكيد أنت تقرأ كم سنة تدخل بيها يلا تصير طبيب الطبيب إلى أن يطلع يكون عنده الأساسيات يعني إحنا من دخلنا مرحلة الأولى بالجامعة نأخذ الأساسيات بكل المواضيع بعدين تخصص يصير صف الثالث كان الثالث ورابع وهكذا حتى أرى الطباء لا يتواصلون بعد قليل من عدو مجرد ما يكمل الدراسة ويتخرج فترة وبعدين يفتح حياته يوجد فيهم تواصل مع المعلومة العلمية نحن لا يشي نحتي دكتور للناس حتى يعرفون كل واحد يقوم تحت مسمى الطب يسوي نفسه خبير بالمجال لذلك نريد نعرفهم على الحقيقة أنه أنت مو كل طبيب هو الطبيب صدقي لا وإنما يسوي تجارب من كيفة على أرواح الناس خليني يشوفين وصل لا مو لا عفوا هو يلتزم في الدستور اللي هو موضوع الأكاديمي يعني اللي درسه بالجامعة كلها ما ينحرف يروح يسوي سيرج بالجوجل على أساس يعني يسير عندك خبير مرة مرة أحد الأطباء يشتغل في موضوع يعني هاي البوتكس والفيلر ومهدف شنو هنا فصار حدث أنه الحقنة أدت إلى شلل في أحد شفا العليا أكو هاي الحالات هو أي فقلت لها قلت لها قال ما أعرف والله بس أنا اليوم رح أقعد على جوجل أشوف شنو السنة أف يعني أنت تقعد على جوجل يعني يسوي المصيبة ويريد يلقى لحال يعني يقول له بدال جوجل أقول له ما أعطي جواب روح المشكلتك بنفسك طيب خلينا نحتي على التطور اللي صار الطب العشاب بمرور السنوات يعني شنو هي التطورات اللي صارت التطورات اللي صارت صراحة غير صارت في خارج يعني في بلدان أخرى يعني الطور الشراء ألمانية تحتل المرتبة الأولى في موضوع الطب بالعشاب بعدين دول أخرى تجيب مثل الهند والصين الصين كارثة يعني أكثر الدول اللي تشجع الطب بالعشاب جامعات تدرس وغير دول همينة يعني أكو من يشجع هذا الشيء حتى مصر مصر ممتازة جداً في موضع طب العشاب وأساتذة كبارة ورحنا بالعراق بشكل عام ومو بس بالأقليم يعني هل تشوف أنه بالعراق بالعراق شو ظهرنا بهذا الشيء وين أكو بالعراق؟ ما على الأسف طبعاً ما كو يعني ما كو فد أكاديمية ما كو فد مؤسسة تدعم ما كو يعني أنا حلمي بصراحة هو أنه يكون مركز عالمي في كردستان للتداوي بالطب البديل أو بالطب التكميلي أريد هيك يصير منبر ما يكون الناس كلها تلتجه إلى وليش لا أثنين أو ثلاثة مثلك يطلعون بالشاشات وخلعون الناس لو يختصاص أخليوا إياها مختبرات فحص أدعم هذا الجانب أدعمه مو ضرباً هو للأطباء لا بالعكس هذا علم خاص وأخلي صدق يعني فهذا علم علم هنا فيه وإحنا إن شاء الله في كردستان إن شاء الله نوصل لهذه المرحلة إن شاء الله طيب أنت تعرف أنه بالأدوية الطبية العتيادية يعني أنا بهالعمر لما أخذ شي دواء الطفل ما يقدر يأخذها يعني الأعمار تختلف بالأدوية شلو ما تقول بالطب العشاب هل هذا شي موجود يعني تحزبون حزاب للعمر؟ طبعا طبعا مهم جدا هذا مو بس العمر الأطفال يعني ما ممكن أنه أنت تجي تطيع أي عشب أكو بعض العشاب بتصير حتى للطفل الراضيع بس لازم يكون محدد وباقي الأعمار من عمر عشر سنوات فما فوق ممكن ولازم تحسبين حساب أولا ما يكون عنده مشاكل في القلب يعني مسوي عملية شبكة أو باللون يعني يكون عنده فخص كامل بالضبط الأدوية اللي يتناولها شنو يعني المرات يجيني أبسط الأمور إذا ما أشوف الأدوية إذا يأخذ هو مميعا الدم مثل يأخذ وارفارين أو أسبرين ما ممكن أنت تطيف عشب أيضا بهذه صفة يعني نسميها مميع دم أو إذا العملية بالعكس إذا هو عنده لزوجة بالدم لدي دايمر عالي لازم أنا أنطيه مميع دم يكون آمن لازم أحسب هواية حسابات أحسب الكمية أحسب الوزن أحسب كل شيء هذه مهمة جدا في موضوع الإلاج بالطب البديل يعني مواضيع على سبيل المثال يعني من أنطيه هسا موضوع المفاصل الناس كلها عدها مفاصل كلها تشكي من المفاصل صحيح وصلت بصراحة وعن طريق قناعة دراسة أنه أكثر مشاكل المفاصل هو عبارة عن التهاب روماتزم هذا الالتهاب الروماتزمي هو اللي بالمفصل ما يخلي المادة الغضروفية تنبني وتتجدد هاي أولا ثانيا رح يؤدي إلى حالة من الضعف في الفقرات ومما بحيث أي حركة يسوي عند انزلاق الرابعة والخامسة ممكن يسوي له كثير من الحالة حتى الروماتايت حتى الرثوي اللي هو مرض مناعي كل هذه أحنا دا نقدر نوصل من خلال ما عرفتك ما كون مركزة في هذا الموضوع تقدرين تجيبين العشب اللي يحمي أو يعالج هذا يعني عن طريق الصدفة هو الروماتايت هذا مناعي ما إليه علاج طبييا ما إليه علاج وجدة عشبتين إذا آني أنطيها للمريض يتعافى من يعني برأيك الطب العشاب يقدر يعالج كل الأمراض الموجودة عند الإنسان آني برأيي بس لازم يمشي عليه ويراد لأواكت أي يعني هذا الكلام يعني مو كل الناس لا لأزم يكون احنا بالعامية نقول فتحل يكون بالعلم وبالخبرة حتى يقدر يوصل آآ والحمد لله يعني إحنا يعني من من أقول آني تحسين برواري من كردستان أقدم لك هذا العلاج خد الحمد لله ثقة الناس هسه كلش عالية يعني يعرفون ويعرفون موضوع أحنا يعني صراحة يعني مو مو انتقاصا بالآخرين وإنما كردستان ما بيهم مجال التلاعب اللي يشتغل كردستان ما أكو يشتغل مضبوط أرجو أن ما يعني عذرا يعني ما ولكن الناس كلها تشهد لنا بهذا الموضوع الحمد لله طلنا الختام فقرتنا وياك دكتور تحسين إذا عندك كلمة أخيرة للمشاهدين أو مثلاً أكو شغلة آني مسائلتك يا شغلة مهمة لي توصل للناس تفضل والله آني طبعاً سعيد بهذه الاستضافة واشكر قناة زاقروس الكلمة الأخيرة اللي أقدر أقولها إنه الإنسان هو يصنع قراره وهو اللي يصنع صحته ولا يخلي الحظ ويقول أنا ما عندي حظ ماكو شي يسمع حظ ولا يؤمن بالشعوذة اللي دخلت في مجال الموضوع الطب البديل يعني هذه مسألة مهمة ودائماً الإنسان خليه يكون متفائل في حياته نصف العلاج هو التفائل صدقيني الإنسان من يحزن يجي الألم والهم والحزن يعني الحالة النفسية مهمة يعني هو إيحاء يعني من أنت تسمي وضحك سترى حياتي كلها ستحرح بينما إذا دائماً يكون سانم عبس تجيب الفقر على نفسك تجيب الفقر غصباً ما جيد الدكتور تحسين بروار اختصاصي طب التدايب العشاب كان الضيف كريم ويانا اليوم شكراً لك شكراً لكم أهلاً سلام لك